افتتحت وزيرة التنمية المحلية منال عوض ومحافظة القليوبية أيمن عطية مشروع إنشاء السوق الحضاري في مدينة القناطر الخيرية بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية أكدت وزيرة التنمية المحلية الاهتمام الذي توليه الوزارة للقضاء على الأسواق العشوائية بجميع المحافظات وتحويلها لأسواق حضارية طليق بالمواطنين وحل تلك المشكلة التي تؤثر على الحركة المرورية وسير المواطنين في المناطق التي توجد بها تلك الأسواق من جانبي أكد محافظة القليوبية أن المشروع يهدف إلى الارتقاء بالشكل الحضاري للمدينة وخلق فرص عمل للشباب والقضاء على الظواهر العشوائية وتوفير بيئة مناسبة للتسوق للمواطنين